أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد اليوم فيديو مميز ومهم عاوزين نوصله لأكبر عدد من المشاهدين عشان كده ما تنساش تضغط على اللايك الفيديو ده مليام بكتير من المعلومات الهامة لكل أصحاب الأجهزة الأندرويد سواء كانت شاشات أو أجهزة تيفي بوكس أو أجهزة تيفي ستتك والشرح على جهاز تيفي بوكس ميكو الكي ام سيفن بلاص هنتعرف اليوم وهنتعلم اليوم بعض الحركات والتركات اللي موجودة في الأجهزة الأندرويدة أو الأجهزة اللي بنظام التشريد جوجل تيفي واللي البعض ما يعرفهاش علشان كده هتكتشف اليوم بعض الحركات الهامة وبعض المعلومات الهامة في جهازك وقبل ما نبدأ في موضوع الفيديو في بعض التطبيقات وبعض الشرحات اللي كنا تكلمنا عنها ولكن بتوصلني في التعليقات ان البعض مش قادر يستخدم التطبيق أو فيه بعض المعلومات اللي مش قادر يوصل لها وبنحب نوضح قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو بعض النقاط وبعض المعلومات الهامة لتطبيقات مهمة فمثلا آخر تطبيق اتكلمنا عنه في الفيديو اللي قبل الأخير تطبيق App Opener التطبيق ده اللي موجود عندك والحمد لله الفيديو حقق مشاهدات كويسة فبالنسبة لتطبيق App Opener البعض ما يعرفش ان التطبيق ده كمان بيسهل عليك انك تقدر تستخدم الأوامر الصوتية لمساعد جوجل أو مساعد أليكسا فمثلا احنا هنا في الحالة اللي احنا موجودين فيها انا لو دخلت في كل التطبيقات فلاقي هنا ان في كل التطبيقات انا في عندي تطبيق من التطبيقات المهمة اللي بستخدمه في حالة ظهور الشاشة المقلوبة او في حالة ظهور بعض التطبيقات بالشكل البروترية فانا بستخدم التطبيق ده والتطبيق ده اسمه جيرا بناتلا واسم التطبيق نفسه صعب فانا اقدر اخصص تطبيق الجديد تطبيق اب اوبنار اللي موجود معنا واللي تكلمنا عنه وهسيب لك رابط الشرح اسفل الوصف هنا التطبيق ده اب اوبنار لو دخلت في التطبيق كده بلاقي بيفتحلي تطبيق جيرا بناتلا اسمارت وطبعا انت تقدر تخصصه لأي تطبيق انت بتفضله او اي تطبيق بتستخدمه كتير انا هنا بدي مثال توضيحي ان انا في بعض التطبيقات ما بقدرش ان انا احصل عليها من خلال مساعد جوجل الصوتي ولو استخدمت مساعد جوجل الصوتي لتطبيق معين بلاقي ان ممكن بيجيبلي نتاج بحثة مختلفة او بيدخلني على اليوتيوب وده لأسباب كتير منها مثلا اسم التطبيق صعب او اسم التطبيق كبير او اسم التطبيق باللغة العربية مش واضح فهنا بتيجي فايدة تطبيق اب اوبنار انا خصص تطبيق اب اوبنار لتطبيق جيرة بناتلا اسمارت طيب انا حابب اوصل لتطبيق جيرة بناتلا اسمارت فهنا كل اللي اعمله هستخدم مساعد جوجل الصوتي اوبن اب اوبنار زي مواضح كده قدامك من خلال الامر الصوتي في مساعد جوجل اوبن اب اوبنار بيفتح للتطبيق اللي انا مخصصه هو تطبيق جيرة بناتلا اسمارت تقدر بقى انت تخصص تطبيق اب اوبنار لأي تطبيق انت بتحب انك انت توصله من خلال مساعد جوجل وفي صعوبة في تنفيذ الامر الصوتي لجوجل او بيجيب لك نتائج مختلفة كان مهم ان انا اوضح الميزة دي او اوضح الخاصية دي في تطبيق اب اوبنار زي ما شفت كده امر صوتي سهل اوبن اب اوبنار موضوع التاني المهم اللي هنتكلم عنه كنا شرحنا في الفيديو الاخير ازاي انك انت تقدر تتغلب وتحل مشكلة المساحة المنخفضة اللي موجودة عندك في جهازك الاندرويد وده باستخدام اي واحدة تخزين خارجية والبعض كتاب لي في التعليقات انا دلوقتي نقلت بعض التطبيقات وبعض الالعاب على واحدة تخزين خارجية سواء كان كارت موموري او فلاشو اس بي او هارد خارجي ازاي بقى اعمل العكس ازاي ارجع انقل التطبيقات دي من واحدة التخزين الخارجية لوحدة التخزين الداخلية الطريقة سهلة احنا هنا معانا مثلا هندخل في الاعدادات وبعد كده هندخل في التطبيقات بعد ما هندخل في التطبيقات انا في عندي بعض التطبيقات اللي موجودة على كارت موموري اللي راكب بالجهاز هندخل في الاطلاع على كل التطبيقات عندي مثلا تطبيق اوورد VBN لو دخلنا في تطبيق اوورد VBN بلاقي هنا في مساحة التخزين المستخدمة ان التطبيق موجودة عندي في بطاقة SD انا نقلت التطبيق على بطاقة SD كل اللي هعمله علشان ارجع التطبيق او انقل التطبيق ثاني واحدة التخزين الداخلية بضغط على مساحة التخزين المستخدمة وبعد ذلك بضغط على مساحة التخزين المستخدمة الداخلية بلاقي جاري نقل اوورد VBN بينقل التطبيق من واحدة التخزين الخارجية من كارت الاس دي بينقله تاني لوحدة التخزين الداخلية للجهاز هنا تم استخدام 36 ميجا من مساحة التخزين المستخدمة الداخلية نفس الكلام لو جينا مثلا في تطبيق بطاق ميبر من التطبيقات المهمة وكنا خصصنا له شرح قبل كده سننزل هنا مساحة التخزين المستخدمة جاري نقل بطاق ميبر خلاص التطبيق رجع تاني لوحدة التخزين الداخلية للجهاز الطريقة سهلة تقدر انك انت تنقل سواء من واحدة التخزين الداخلية لوحدة التخزين الخارجية او العكس من خلال الدخول في مساحة التخزين المستخدمة في التطبيق قالت تطبيق موجود معنا مهم هنتكلم عنه وكتير بيبعت يكتب لنا في التعليقات انه مش قادر يستخدم التطبيق مع انه تطبيق مهم وهو تطبيق الماوس عدد كبير من الاجهزة مش موجود عندي زر مخصص للماوس زي الجهاز الموجود معنا ميكولكي ام سيفن بلص مش موجود في زر مخصص للماوس وطبعا تطبيق الماوس مهم جدا في الاجهزة اندرويد بيسهل عليك الاستخدام وفي عدد من التطبيقات بتحتاج للماوس علشان تقدر تستخدمها بشكل صحيح هنا مثلا انا مخصص عندي الزر الامبوت اللي موجود في الريموت من فوق لو ضغطت عليه كده ضغطة طويلة بيبدأ يظهر عندي الماوس هنبدأ نحرك الماوس من اسهم الاتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال لو دخلنا مثلا في تطبيق اليوتيوب بنضغط اوكي بيفتح معي تطبيق اليوتيوب فكده تطبيق الماوس شغال معي بكل كفاءة بدون مشكلة طيب البعض ما بينزل تطبيق ماوس توجل على جهازه للاسف ما بيقدرش يفعل الاوكي عنده في الريموت يعني ما بيقدرش يستخدم التطبيق وكده التطبيق بيصبح بدون فائدة هنتعلم بقى ازاي ان احنا نقدر نفعل الاوكي في تطبيق ماوس توجل ازاي ان انا اقدر افعل امتر في تطبيق الماوس توجل انا هبدأ احزف التطبيق او احزف ال data اللي موجودة عندي في التطبيق علشان نتعلم الخطوات مع بعض لان كتير بعد في الجزئية دي وقال انه بعد ما بينزل التطبيق ما بيقدرش يفعل انتر اللي موجودة في الماوس هنا هنيجي ندخل في التطبيقات بعد كده هندخل في تطبيق ماوس توجل هنبدأ ان احنا نحزف البيانات كده اصبح التطبيق زي ما يكون لسه منزله او لسه مثبته على جهازك ومعملتش اي من الاعدادات نبدأ ندخل في فتح مثلا هنا انا محتاج ان انا افعل بعض الازونات هنيجي نرجع باك هنرجع باك مرة تانية وهنا في الاعدادات الجهاز انا بدخل فيه النظام بعد كده بدخل فيه تسهيل الاستخدام وبنزل لغات ما بلاقي تطبيق ماوس توجل موجود عندي ومكتوب اقاف ندخل في التطبيق ماوس توجل وهنا نضغط على تفعيل نضغط على حسنا هندخل في الاعداد هنا تحت تفعيل علشان نتأكد للاسف لسه التطبيق كاتب لي نوت رانينج فكده انا برجع تاني وهنا في تسهيل الاستخدام بنضغط في ماوس توجل كل الحكاية ان انا بوقف التفعيل زي كده وارجع افعله مرة تانية هتلاقي ان كل الازونات تم الموافق عليها زي مواضح كده قدامك اصبح التطبيق جاهز للاستخدام وانا هسيب لك رابط الشرح الفيديو ده الماوس على الاجهزة الاندرويدة او الاجهزة بالنظام التشريك جوجل تيفي اسفل الوصف احنا هنبدأ نستخدم التطبيق بننزل وببدأ ادخل في detect وهنا هخصص الزر اللي موجود عندي وانت تقدر تختار اي زر عندك في الرمود تكون مش بستخدمه في حاجة تانية تقدر تخصصه للماوس اضغط عليه ضغطة طويلة وبعد كده بشيل صبعي وهنا بضغط اوكي على yes كده انا خصصت الزر ده للماوس نضغط عليه ضغطة طويلة هيبدأ يظهر معي الماوس باقي الخطوة المهمة اللي احنا محتاجين نوضحها وهي الانتر انا الوقتي لما بحرك الماوس بيتحرك معي لكن لو ضغطت انتر هلاقي ان مش هيدخل في التطبيق او مش هيدخل في الاعداد اللي انا واقف عليه بالماوس فالخطوة دي مهمة كل اللي هعمله ان انا مثلا وانا واقف كده في اي مكان بضغط اوكي بلاقي بتظهر معي هل تريد السماح بتصحيح اخطاء يو اس بي خلي بالك معي في الخطوة دي كل اللي هعمله الرسالة دي موجودة ان انا بضغط على نفس الزر اللي انا خصصته للماوس بضغط عليه مدة 3 ثواني زي كده بعد كده بشيل صبعي هتلاقي متاح انك انت تتفعل السماح دائما من هذا الكمبيوتر بنضغط اوكي تم تفعيلها وبعد كده بنزل عند سماح وبضغط اوكي كده مبروك عليك تطبيق الماوس هيشتغل معاك بانتهاز وبدون اي مشاكل هنجرب هنا نضغط كده على الزر اللي خصصنا ايكونة الماوس لو جاي مثلا افعل هنا بنيجي كده بنضغط اوكي هتلاقي هيبدأ يعلم على الايكونة اللي موجودة يعني الانتر اصبح او الاوكي اصبح شغال معايا هنرجع نطلع كده الصفحة الرئيسية ونضغط على الماوس احنا فعلنا الماوس هنيجي نجرب ندخل في اي تطبيق من التطبيقات هندخل في الاب اوبنا هتلاقي بيدخل معاك في تطبيق الاب اوبنا ده كان مهم خالص لان البعض بيستخدم الماوس او ينزل تطبيق الماوس وللاسف بيلاقي انه مش بيقدر يستخدم الانتر او مش بيقدر انه يدخل في التطبيق اللي واقف عليه بالماوس او يدخل في الاعداد اللي واقف عليه بالماوس اخر حاجة هنتكلم عنها وهو التطبيق الشهير او المتصفح متصفح جوجل كروم كنت خصصنا له اكتر من فيديو وشرحنا ازاي تقدر انك انت تثبت تطبيق جوجل كروم عندك على جهازك الاندرويد او جهازك اللي بنظام التشريل جوجل تيفي ولكن كتير بيكتب في التعليقات انه مش قادر يستخدم التطبيق او بعد ما بنزل التطبيق التطبيق مش بيشتغل معي فالحل هنقوله من خلال الاضاح التالي هنبدأ بقى ندخل في التطبيق من جديد ندخل في عرض الكل تطبيق جوجل كروم موجود عندي هندخل في التطبيق بلاقي بتظهر معي اول ما بدخل في التطبيق بعد تنزيل التطبيق وتثبيته تظهر معي الوجهة اللي ظهر قدامك مرحبا بك في كروم فلازم حضرتك يكون عندك تطبيق ماوس على الجهاز او تستخدم ماوس خارجي ماوس يوسي بي او ماوس بلوتوس او وايرلس علشان تقدر تطبط الاعدادات الاولية للتطبيق وتقدر تستخدم التطبيق فمثلا احنا هنا معانا ماوس على الريموت منه الزر ده بضغط عليه ضغطة طويلة انا خصصته للموس ظهر مع الموس هتلاقي من السهل انك انت تقدر تنزل عند القبول والمتابعة وهذا المهم وبنزل عند القبول والمتابعة وبضغط اوكي بلاقي بيدخلني في الاعدادات التانية هنا بانزل وبضغط نعم موافق بيبدأ هتلاقي التطبيق يشتغل معك زي مواضح كده التطبيق يشتغل معي يبقى كل الحكاية انك انت محتاج يكون عندك ماوس على الجهاز سواء كان تطبيق ماوس زي التطبيق ماوس توجل او يبقى عندك موصل ماوس خارجي بالجهاز او من خلال تطبيق التليفون تطبيق جوجل تيفي اللي موجود فيه ماوس تقدر انك انت تطبط اعدادات تطبيق جوجل كروم وتقدر انك انت تنفذ الاعدادات الاولية لتطبيق جوجل كروم ايه الحركات والتركات اللي موجودة في الاجهزة الاندرويد والاجهزة اللي بنظام التشغيل جوجل تيفي واللي البعض مايعرفهاش اول تركاية انا عندي الزر الخاص بمساعد جوجل اللي موجود عندنا ده خاص بمساعد جوجل وبيختلف مكانه من جهاز لاخر او من رمود لاخر ممكن تلاقي مساعد جوجل موجود عندك في المكان او في المكان ده لكن ده هو شكل الزر الخاص بمساعد جوجل انا طبعا علشان انفذ امر صوتي زي الحالة اللي قلت عليها بتاع تطبيق اب اوبنار كل اللي هعمله ان انا بضغط على زر مساعد جوجل ضغطة طويلة وبدأ ان اتكلم هنجرب مثلا ما الوقت الان ما الوقت الان زي ما واضح كده مساعد جوجل شغال عندي جابلي التوقيت وجابلي التاريخ وهنا ده الطريقة اللي كلنا نعرفها هنرجع للصفحة الرئيسية انا بقى لو ضغط ضغطة سريعة على زر مساعد جوجل بلاقي بينفذ امر تاني لان في بعض الازرار اللي موجودة في الرمود بيبقى ليها اكتر من وظيفة لو ضغط عليه ضغطة طويلة بيديني وظيفة لو ضغط عليه ضغطة سريعة بيديني وظيفة تانية هنشوف كده بضغط ضغطة سريعة بلاقي مع ضغطة سريعة او خفيفة هنا نجربها مرة تانية بيظهر عندي البحث عن برامج مسلية معرفة حالة الطاقس وارسال ملاحظات هنجربها تاني بندغط كده لو دخلنا في معرفة حالة الطاقس بيبدأ يجيبلي حالة الطاقس اللي موجودة في المدينة او في المكان اللي انت موجود فيه حاليا هنرجع بيك هنضغط ضغطة سريعة لو دخلت في البحث عن برامج مسلية بتلاقي بيبدأ يظهر عندك بعض البرامج المسلية اللي بيكترح عليك زي هنا في تطبيقات مهمة وتطبيقات جديدة هو بيرشح حالك وهكذا طبعا ميزة مهمة لو ضغطنا عليه ضغطة سريعة هنا اقدر ان ادي اي ملاحظات علشان يتم تحسين التطبيق او الميزة او تطوير التطبيق ده كان اول حركة موجودة معانا في الفيديو في اجهزة ميكول اللي موجودة التيفيو بوكس زي الجهاز اللي موجود معانا ده فيه لازم نتعرف على ازاي نقفل الجهاز بشكل صحيح ويريد تكتبلي في التعليقات لو الميزة دة موجودة في جهازك سواء في شاشتك او في جهازك في PV STICK او TVBOOKS هنا انا في عندى بعض او عدد كبير من المستخدمين لما يأتي يقفل الجهاز يضغط على زر ouvrates operation ويضغط على زر power يراقي ان الشاشة تقفل معاه هل كده تيفيو بوكس قفل معاك او تيفي ستيك للأسف لا ما قفلش لان انا لو شغلت الشاشة كده بتلاقي ان تيفيو بوكس اساسا شغال عندك الجهازك شغال ما قفلش كل اللي حصل انك قفلت الشاشة لما ضغط على زر الباور ضغطة سريعة كده انا بقفل الشاشة فقط وجهازي تيفيو بوكس ما زال شغال فانت ممكن بتعتقد انك قفلت الجهاز او قفلت الشاشة وقفلت تيفيو بوكس وللأسف بيبقى تيفيو بوكس شغال ومش مقفوش مش مطفي فازاي اقدر اقفله بشكل صحيح هنشوف مع بعض كل اللي هتعمله انك هتضغط على زر الباور لمدة 3 ثواني قلنا ان الازرار في بعض الازرار بيبقى ليها اكتر من وظيفة فهنا زر الباور لو ضغط عليه لمدة 3 ثواني زي كده هنبدأ نضغط عليه بتظهر لي الرسالة دي ايقاف التشغيل هل تريد ايقاف التشغيل لو ضغطت اوكي على حسنا كده بيقفل معاك او بيطفي جهازك التيفيو بوكس او جهازك التيفي ستيك وبيقفل الشاشة هنجرب طيب لو شغلنا الشاشة هنشوف هل التيفيو بوكس شغال ولا لا هتلاقي التيفيو بوكس مش شغال معك هنا مفيش اي حاجة التيفيو بوكس افلناه بشكل صحيح لو عاوز اشغل التيفيو بوكس بضغط على زر الباور بيبدأ يشتغل معاك التيفيو بوكس يبقى الطريقة الصحيحة علشان تقفل بها جهازك او تطفي بها الجهاز او تفصل جهازك انك انت بتضغط على زر الباور لمدة 3 ثواني بتظهر لك رسالة هل تريد ايقاف الجهاز بتضغط على حسنا بيقفل معاك الجهاز ودي الطريقة الصحيحة لكن انك تضغط على زر الباور بسرعة او ضغطة خفيفة بيقفلك الشاشة فقط مش بيقفل جهازك الاندرويد اخر حاجة هنتعرف عليها في الاجهزة الاندرويد زر الباك الموجود عندي طبعا انا هنا لو دخلت في اي تطبيق من التطبيقات زي اليوتيوب كده حابب اطلع من اليوتيوب بضغط على زر الباك بضغط كده من زر الباك هنا اكتر من مرة بيطلع من تطبيق اليوتيوب طيب انا لو واقف في الصفحة الرئيسية هومي سكرين وضغطت على زر الباك من الروموت بيبدأ ينقلك على شاشة الاستراحة الموجودة دي او شاشة التوقف واللي بتديلك عدد كبير من اللوحات الفنية الجميلة بيبقى ظهر عندك الوقت وظهر عندك حالة الطقس او الطقس واللوحات دي بتتغير في كل توقيت محدد بتلاقي بيبدل بين اللوحات الفنية عدد كبير من اللوحات الطبيعية والجميلة بتظهر عندك ولو حابب ارجع تاني للهوم سكرين او الصفحة الرئيسية بضغط على الباك مرة تانية بيرجعني للصفحة الرئيسية اضغط على الباك لو انا مش هستخدم الجهاز وحابب ان انا اعرض بعض اللوحات على الجهاز اثناء عدم مشاهدة الجهاز فقدرنا اضغط على الباك من الضغط على الباك يحوالك للصفحة الرئيسية والضغط مرة تانية يحوالك لشاشة الاستراحة وليها بعض الاعدادات اللي موجودة اللي تقدر تضبطها من داخل اعدادات الجهاز لو طلعنا فوق كده ودخلنا في الاعدادات بننزل ندخل في النظام بننزل بلاقي في عندي وضع عدم النشاط بندخل في وضع عدم النشاط هنا بتقدر انك انت تختار ما بين صور جوجل ومعرض فني وتجربية وهنا بعض الاعدادات اللي ممكن انك انت بتحتاج تظهر معاك في اللوحات الفنية هل بتحتاج ان تخفي الطقس من اللوحة الفنية ما يظهرش معاك حالة الطقس او يبقى الطقس بالنسبة المقاوية او بالوحدات وهنا الوقت بحابب ان الوقت عندك تظهره او تخفيه بيانات الصور الشخصية لو انت هتعرض صور شخصية انا اقدر اعرض صور شخصية وانبقى نتعرف على الطريق ان شاء الله فوقت تاني صور جوجل العمودية وهنا تنظيم الصور الشخصية وصرعة عرض الشرائح هنا حابب ان يتم تبديل اللوحات كل 5 ثواني او 10 ثواني او 30 ثانية او دقيقة او 3 دقائق يعني هنا لو اختارنا 5 ثواني ورجعنا تاني باك وبنطلع فوق واول حاجة عندي هنا البدء الان لو ضغطت على البدء الان بيبدأ يدخلني في وضع شاشة الاستراحة او المعرض الفني اللي بيظهر عندك وهتلاقي ان اللوحات الفنية هتتبدل كل 5 ثواني حسب ما انا حددت من داخل الاعدادات لوحات جميلة جدا يعني بتدي اضافة فنية للمكان اللي الجهاز موجود فيه والجهاز الشغال فيه انت تقدر في وقت عدم الاستخدام الجهاز انك انت تشغل اللوحات دي وتستمتع بعدد كبير من المناظر الجميلة والمناظر الطبيعية لو حابب تخفي الوقت وتخفي الطقس من الشاشة الرئيسية او من اللوحة الفنية اللي بتظهر قلنا ده من داخل الاعدادات ده كان موضوع الفيديو اليوم اذا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته